تجشأ القزم بسعادة منحنيا وقال تحيات سموك في الوقت الذي اقتربت فيه إيلسا من بوابة قلعة الأقزام المذهبة في الجبال مرحبا يا إلهي يا له من مبنى رائع أشد إشراقا بكثير من الجدران الرمادي التي اعتدتها رد القزم الثاني باقتضاب شكرا لك إنها أجمل القلاع التي بنيناها نحن الأقزام من المذهل التفكير في أنكم كنتم قادرين على نحت جدران من الصخور من الواضح أن البشر لا يستطيعون القيام بأمر مماثل استألت إيلسا ولكنني أتساءل بما أنكم فتحتم قمة الجبل وهذا المدخل الأمامي فهل هذا الطريق الواحد لدخول القلعة يبدو أنه إذا ما هاجم أحد الأعداء فلن يكون هناك سبيل إلى الهرب إذا ما ساءت الأمور تباهى القزم الأول لا يا سيدتي لدينا ممرات عديدة أسفل الجبل تقود إلى جميع أرجاء هذه المنطقة حملق به شريكه بسخط منزعجا تدخل الحارس الثاني سريعا وقال بطبع تلك الممرات لا يعرفها الأقزام الجدد على هذه المنطقة كان أسلافنا يمتلكون معرفة كاملة بالأنفاق أما نحن فلا ردت إيلسا فهمت حسنا علي المضي قدما لعلي أقوم بجولة في وقت ما إنحن الحارس الأول وقال ستكون تلك مناسبة ميمونة سموك ابتعدت إيلسا عن القزمين وفكرت كان أوين مختبئا ويصغي إلى المحادثة وأمل أن تستطيع إغواء القزمين للابتعاد حتى يتسنى له الدخول من دون أن يلاحظ لكن بدأ أنها لم تتكبد عن المحاولة عندما اقتربت إيلسا نظر إليها أوين منزعجا وسألها ما الأمر؟ ما الذي تعنيه؟ حصلت على بعض المعلومات القيمة للغاية قال أوين بصوت مبحوح لا لم تفعلي كان بوسع إخبارك بوجود أنفاق تحت الأرض لقد أخبرني أذكار عنها تسمت بالتحديد؟ ما الذي تعنينه بالتحديد؟ سألت إيلسا هل أخبرك بمكانها بالتحديد؟ لا لم يخبرني عن مكانها بالتحديد ولكنني أعلم أنه كان يأتي عبر الممر والسلالم التي تقود إلى كهفه لكنه دائما ما ذهب من خلال ممرات القلع عندما أراد التجول تحت الأرض ولكنني لا أعلم بمكان أي منها هل تظن أن لديه خرائط؟ ضحك أوين أنت عبقرية وأنا متأكد من أننا نستطيع إيجادها في مكان ما في كهفه هيا بنا نتجي إلى أعلى الجبل وننظر تذمرت إيلسا قائلة ولكن من الأسهل أن أدخل إلى القلعة واكتشف مكان أذكار بنفسي إنني أعتقد أن ذلك أجدى من إهدار الوقت في البحث عن الخرائط شرح أوين يبدو أنك نسيت أنك مفقودة وعاجلا أم آجلا سيكتشف الأقزم ذلك وسيأتي رجال المالك بحثا عنك فكيف ستبررين لهم وجودك هنا؟ تنهدت إيلسا قائلة حسنا نقطة جيدة مزحها أوين بسؤاله مهل اللحظة هل تعترفين أنني على حق؟ ردت إيلسا لا تتفاخر بنفسك علي أيها الرأس الملحم الرأس الملحم؟ هذا أفضل ما لديك؟ سألته إيلسا وهي تسحب الحربة من خلف ظهرها لعلني سأدى وحربتي تتحدث ما رأيك؟ رأى أوين الذي أخذ يرقض النظرة في عين إيلسا وظن أنها جادة إلى جانب ذلك لم يكن مرتاحا بشأن الأفكار التي تراوده بشأن مصير أذكار ركد للثاني عبر الجبل إلى الضرب الذي سبق لأوين أن تسلقه عدة مرات فانتابه القلق من أن الحراس ربما يعرفون منزل أذكار أيا يكون الأمر؟ بعد رحلة سريعة على طول الجبل وجد أوين المدخل الممواه ولحسن الحظ لم يكن أحد قد مس ورشة الحدادة قالت إيلسا ويتلهث بعد أن ركدت خلف أوين حتى بلغ أعلى الجبل واو هذا رائع من الواضح أن جسدها لم يكن قادرا على التحمل مثل جسده وفكر أنه سيحتفظ بذكرى هذه اللحظة ليواجهها بها في وقت لاحق هذه ورشة الحدادة وهذا الطريق يقود إلى مسكنه لوح أوين بيده مشيرا إلى إيلسا لتلحق به عندما بلغ الباب الذي يؤدي إلى المطبخ فتح أوين ببطل ثم شعر بالارتياح عندما رأى أنه لم يعبث بشيء شرح أوين محتوته كل غرفة وشعر بالارتياح داخل المسكن ارتياح لم يشعر به عندما عاش في القرية بصرف النظر عن كونه البيت الذي ترعرع فيه هذه غرفتي السرة أذكار مريحة أنا أحب هذا المكان سألت إيلسا مشيرة إلى شكل معدني صغير على الطاولة إلى جانب سرير أوين ما هذا؟ التقطه أوين وأراه لأخته هذا أنا حسنا من دون اللون الأزرق بالطبع سألت إيلسا مذهولة واو هل أنت من صنعه؟ لا أنا لا أمتلك هذه المهارة لقد صنعته كايا من أجلي أليس جميلا؟ كايا؟ تعني ابن تارغزار؟ رد أوين بحزن نعم كنتما مقربين أليس كذلك؟ أجابها أوين محمر الوجه لقد أصبحنا صديقين مقربين خلال فترة تعرفنا القصيرة ولأكون صريحا ليس لدي صديق سواها باستثناء أذكار بدورها قالت ببطء حسنا في الواقع أنا لم أحظى بأي أصدقاء ماذا؟ ما الذي تعنينه؟ لم يسمح لأبي كبحت نفسها أقصد لم يسمح للملك بالتواصل مع أحد عدا مدربي وخادماتي فلم يكن لدي من ألعب وأتسلى معه تسام أوين مشجعا وقال حسنا عندما ننتهي من هذا كله سنوسعه أنشطتنا قليلا من المؤكد أن ما أقوله غير منطقي ولكنني أشعر بالجو الاجتماعي فقد ظهر لي أخ وأم ولكن كايا قزم سألها أوين نعم وما الخطب في ذلك؟ ألا يبدو لك من الغريب أنكما تنسجمان معا؟ لم تكن إلتا متأكدة كيف تعرض وجهة نظرها؟ لا في الحقيقة كان الانسجام مع أثقار صعبا وغريبا ولكن لم يمضي وقت طويل قبل أن أعرف أن الأقزام يشاركوننا المشاعر نفسها التي أشعر بها أنا وأنت حتى أن كايا بدت مختلفة عن كل الفتيات اللواتي سبق لأن تعرفت إليهن شرعت وجنة أوين تتوردان سألته إلسا من أي ناحية هي مختلفة؟ في الحقيقة لم أكن على علاقة بالكثير من الفتيات لأقارنها بهن لكنها قوية وفي الوقت نفسي حساسة وذكية أيضا إنني وإياها في العمر نفسه ولكنها تبدو أكثر طلاعا ومعرفة مني إنها تبدو أكثر نجا وكأنها تكبرني بسنوات يصعب علي شرح الأمر ولكنها لطيفة جدا ما زحته إلسا قائلا لطيفة هي أنت معجب بها واو أخي مغرم بقزمة يا لها من فوضى تكتنف حياتي ضحكت إلسا أسر أوين قائلا مهلا أنا لست مغرما بها كل ما في الأمر نحن صديقان لا يسعني أن أصدق هذا فأنت مغرم بقزمة كريهة رائحة ما كانت إلسا لتدعى أوين وشأنه خاصة وأنها تحظى بالمرح أصمتي احمر وجه أوين وثخن صوته ليست كريهة رائحة وأنا لست مغرما بها توقفي عن إضاعة الوقت علينا العثور على الخرائط شعرت إلسا بالغضب يتساعد في نفس أوين فمن الجلي أنه لم يرد أن يزعجه أحد بشأن كايا فقررت إلسا التوقف عن إزعاجه عندما تيقنت أنه مغرم بها ثم قالت حسنا حسنا كنت أمزح أنت محق لدينا أمور أكثر أهمية لنركز عليها قال أوين غرفة أوزغار في الرواق فلنبدأ هناك غادر الغرفة وقد شعر بإحساس من الخضر لم يسبق له أن شعر بمثه كان قد قدى وقتا طويلا بمفرده رغم أنه كانت أمامه مهمة شقة جعلته معرفة أن إلسا كانت إلى جانبه يشعر بالراحة كان سعيدا مع ذلك في الوقت نفسه انتبه شعور بالقلق يقبض الصدر بشأن كايا وجهها أوين قائلا لنتحقق من منددته إنها ضخمة تحقق أنت من تلك الأدراج وسأتحقق أنا من هذه يا رجل إنه يحتفظ بالكثير من الأشياء سيستغرق الأمر وقتا طويلا هذه المنددة جميلة إلى حد كبير أتساءل من أين حصل عليها؟ أعجبت إلسا بقوائم المنددة كثيرة التفاصيل وبالطريقة التي بدأ أن السطح الخشبي يبرز بها من القمة والنقوش في المقابد بدت لها المنددة وكأنها كائن حي يتنفس لقد صنعها أثقار لقد صنع كل شيء هنا تأملت إلسا قائلا حقا ذلك لا يصدق قلب أوين الأوراق سريعا ورقة إثر ورقة باحثا عن أي شيء أشار إلى خرائط وأجابها نعم إنه موهوب جدا لقد تعلمت منه الكثير سألته إلسا ويتشعر بالخزي لأنها تقول ذلك أيزعج كأنه مختلف أعلم أنه سبق لنا أن تحدثنا عن كايا لكن يصعب للغاية علي أن أفهم رد أوين أتعنينا لأنه قزم توردت إلسا وردت نعم إنهم شديد الغرابة إنهم كذلك ولكن نحن بدورنا غريبون بالنسبة إليهم لقد تعلمت أمرا مهما منذ أن غدونا صديقين وأنه لا يمكنك فهم أحدهم حقا إلى أن يتسنى لك معرفته في الواقع إذا فكرت في أي من القصص التي سمعتها عنهم فلطالما كنا نحن البشر على صواب وكانوا على خطأ لقد وصفوا بالأشرار الأنانيين لقد تعلمت أنك تحتاجين حقا إلى الإصغاء للجميع وسماع وجهات نظر الجميع وقبل أن تتخذ قرارا فليس كل ما يسمعه المرء أو يقرأه صحيحا سألها أوين هل تفهمين ما أقصد؟ أتسألني ذلك حقا؟ انظر إلينا الآن لطالما قل لي إنك عدو وها نحن الآن نعمل معا لإنقاذ قزم تكلفت إلسا لابتسامة وأكملت ذلك النقيد الكامل لكل شيء أخبرت به من قبل الملك مازحت من كان يعلم أنني أمتلك أخا بهذه الحساسية نعم حسنا لا أكون حساسا على الدوام لا أزال عاجزا عن إيجاد أي شيء جيد في الملك أتعلمين؟ لم أخبر أحدا بهذا قط خاصة أمي إلى أنني أعلم أنه في نقطة ما سيتعين علي مواجهته يخيفني ذلك كثيرا بوسع تخيل ذلك لقد أمضيت بعض الوقت معه ولكن إذا كان ذلك يساعد فسأكون هناك معك قال أوين آمنا في أن توافقه إلسا ذلك يساعد بالفعل على الأقل ربما تستطيعين التحدث إليه بالمنطق رغم أنه في أعماقه كان يشك في أن أي شخص يستطيع القيام بذلك ضحكت إلسا قائلة ها؟ سنرى؟ بحث بشكل محموم لبعض الوقت عبر اللفائف والمخطوطات الخشنة محاولين العثور على أي شيء بإمكانه إيجاد طرق بديل إلى داخل قلعة الأقزام شعر أوين بالغرابة لأنه يبحث بين أشياء أذكار وبدى بطريقة ما أنه ينتهك خصوصيته تمتم أوين همسا يستغرق هذا وقتا طويل للغاية كلما عمضينا وقتا أطول هنا كلما زاد احتمال أن نتأخر على أذكار واصل البحث فحسب لابد لنا من توقفت كلمة إلسا على نحو مفاجئ كما لو أن لسانها قد تجمد داخل فمها ولم يسمح للكلمات بالخروج ألقى أوين بالأوراق من يديه ونظر إلى إلسا وسألها هل عثرت على شيء؟ قالت إلسا متحمسة أعتقد ذلك تردد صدى صوتها في أرجاء الغرفة انظر هنا ها هي اقترب أوين وتسعت عيناه كانت إلسا تحمل في يديها الرسوم التفصيلي للعالم أسفل القلعة وبدت قديمة جدا ولا يزال الحبر الأسود والأزرق ظاهرا بشكل واضح لأنه محمي أسفل الجلد الجاف المتشقق والمغبر قالت إلسا هناك كثير من الرسوم سنحتاج إلى وقت طويل لنجد طريقنا برأيك أي درب يفترض بناء النسلك قلبت الأوراق ورقة إثر ورقة والتي احتوت على رسوم لأنفاق متعرجة والتي كانت مرسومة بدقة وتشير إلى الممرات وأنماط الصخور ولم يكن بوسع إلسا وأوين فكوا شفرتها مهلا انتظري وضع أوين يده فوق ورقة محددة بحيث لا تفقدها إلسا بين الأوراق الأخرى ها هي بدت إلسا مرتبكة وسألت ما الذي يميزها إنها تبدو لي متماثلة مثل قفير نحل عملاق رد أوين بحماسة بالضبط ثم سألها وما الذي يوجد في وسط القفير الملكة نعم سنجد رغزار هناك لذلك إذا استطعنا إيجاد شيء ما يبدو مثل زنزانة فسنجد أسكار لنبدأ من هنا تبدو لهذه وكأنها زنزانة أليست كذلك بالفعل إنها تبدو كذلك إنها تبدو مثل صف طويل من الغرف المنفصلة إنها زنازين بدورها شعرت بشيء من الحماسة أمام فكرة إحراز بعض التقدم وهي تعمل على هذه الأوراق القديمة تبدو هذه مثل بوابات أعتقد أنك محق يا أوين إنها زنازين على الأرجح فجأة بهتت ابتسامة إلسا وسيطر عليها الإحباط مجددا وأضافت لقد عثرنا على وجهتنا إلى أننا لا نعرف كيفية الوصول إليها قال أوين وقد بدى جليا أنه لم يفقد حماسته كل ما علينا فعله هو العمل في اتجاه عكسي انظري هذا هو المدخل لنتبع هذا الخط ولنرى إلى أين يؤدي وعندما نجد الطريق الأسرع للدخول فسنعلم من أين نبدأ فكرة عظيمة سعادت إلسا حماستها وقالت وهي تسحب كرسيا هاك دعنا نجلس ونحل هذا جالس أوين إلى جانب أخته وقال دعينا نعلم هذه الصفحة بشيء ما حتى نستطيع العودة إليها إذا اضطررنا قالت إلسا وهي تجول بعينيها في أرجاء الغرفة فكرة جيدة وانتزعت خيطا من كم قميصها لنستخدم هذا سخدم أوين أحد أصابعه لتتبع الأنفاق من صفحة إلى أخرى بعد أن كل ممر يتفرع إلى ممرين أو ثلاثة سيكون من الصعب العثور على الطريق قال أوين وهو يتتبع الطريق من صفحة إلى أخرى لنبحث عن الطريق الأكثر استقامة بعد أن وصل لأكثر من مرة إلى طريق مزدود وجد إسبا أوين أخيرا طريقا مفتوحا وقال تبدو هذه وكأنها غرفة العرش شجعته إلسا قال له حسنا نحن نعرف الآن كيف نصل إلى رغزار عندما نجد أذكار فلن نحتاج إلى هذه الخرائط إنه يعلم أين نذهب تماما أنا أكثر قالقا حيال إيجاده حسنا دعينا نعود إلى الزنزانة ونجد دربا آخر قلبت إلسا الصفحات عائدة إلى الخيط الأرجواني الذي وضعته بين الصفحات وقالت لنعمل الآن بشكل معاكس تتبع أوين الأنفاق مجددا محاولا ألا يحيد أكثر مما ينبغي عن خط مستقيم لم تكن مهمته سهلا قلب الصفحات واحدة تلو الأخرى حتى وجد أخيرا نفقا يقود إلى الخارج همس أوين أعلم أين يقع هذا تماما سألته إلسا متفاجئة حقا نعم هذا هو النهر حيث توقف وغير الموضوع سريعا قائلا حيث علمني أثقار استخدام الشبكة لاستياد الأسماك لا أصدع قراءة ما دوين هنا لكن يبدو أن هناك كهفا مخبئا إلى الغرب قليلا أنا وافق أننا نستطيع إيجاده حسنا لكن بعد التقليب عبر هذه الصفحات فكيف نجد الدرب نفسه يتعين علينا تعليمه بطريقة ما تعليمه؟ تعنينا الكتابة على هذه الخرائط؟ شعر أوين بغصة في حلقه أتريد إنقاذ أوثقار؟ فعلك تتوه في متاهة الأنفاق الحجرية تلك ازدرد أوين لعابه وقال أعتقد أنك محقة عثرت إلسا على قرورة من الحبر الأحمر وريشة عاودت إلسا اقتفاء الضرب الذي وجده أوين سابقا وبحذر نزع الصفحات التي سيحتاجان إليها حتى يتسنى لهما ترقيمها والسماح للحبر بالجفاف قبل قلب الصفحة عندما جف الحبر كانت إلسا على وشك أن تستبلل الصفحات بالصفحات الأخرى عندما أوقفها أوين مهلا ماذا لو أضعنا هذه الصفحات بطريقة ما؟ سألته إلسا ما الذي تعنيه؟ إذا أوقعناها أو أفسدناها لا يمكننا إصلاحها لذا علينا أن لا نأخذ ما لا نحتاج إليه وبذلك نضمن الحفاظ على الصفحات الأخرى لم أفكر في هذا أبدا فاهمت إلسا أهمية حماية عمل أذكار لقد بدى جليا وهما يبحثان عبر الصفحات مقدار الجهد والدقة الذين بذل في رسمها نبد أن ذلك قد استغلق ساعات وأياما بل حتى أشهرا لإعداد مثل هذه التحفة لم يعد ذلك مفاجئة لإلسا بعد أن رأت كم هو دقيق كل ما صنعه أثكار لقد قدرت الآن العناية والمجهود الذين يبذلهم الأقزام في عملهم وهو شيء يمكن للبشر التعلم منه حاك أوين برفق قطعة رقيقة من الجلد عبر الصقوب الموجودة على جوانب الصفحات ليربطها في مجموعة سألته إلسا أين تعلمت فعل ذلك؟ لقد رأيت أثكار يقوم بذلك عدة مرات إنه يحتفظ غالبا بمدونة ولديه هذه الشرائط الجلية على منضدته من أجل ذلك مازح هؤوين مضيفا في بعض الأحيان أكون متيقظا رائع الآن دعنا نذهب وننقذ أثكار هذا جنون كيف سنجد المدخل؟ تشير الخريطة إلى شجرة كبيرة ليتني أستطيع قراءة ما كتبه القزم تنهد أوين وقد توهج درعه عندما سقطت عليه أشعة الشمس وقد وضع إحدى يديه على رأسه وأمسك الخرائط بالأخرى على الأقل يمكننا تحديد المعالم مثل تلك الشجرة لا أستطيع أن أصدق كم هي دقيق هذه الخرائط قال أوين هذا هو أثكار لقد تعلمت الكثير منه خلال فترة قصيرة يبدو الأمر لي أنه لا يقدم على شيء من دون هدف إنه فخور جدا بعمله سواء كان ذلك في الحدادة أو تنظيف الأطباق أو طهي الطعام أو التدريب باستخدام الأسلحة إنه يقدم على كل شيء بعزيمة لا تلين فلابد من احترام شخص مثله قالت إلسا لا يقدم المالك على القيام بأي شيء بنفسه بل يطلب من الآخرين القيام بالأعمال التي يريدها ويستشط غضبا عندما لا يصلون إلى مستوى توقعاته أشار أوين إلى خطوط متعارجة بجانب الجسر وسأل إلسا ما رأيك في هذا؟ لا أعرف دعنا نتقدم ونرى تقدم أوين الطريقة وقال لا يفترض أن تكون بعيدا كان يتعثر بحجر كل بدء خطوات قال أوين لا ينبغي أن يكون بعيدا جدا عن هنا الشجرة قريبة ومن الواضح أنها شجرة الصنوبر الكبيرة التي تظهر هناك مهلا انتظر هناك تجاوزت إلسا أوين وصارت بضع خطوات صوب صخرة تغطيها التعريشات توقفت مباشرة أمام الغطاء النباتي وقالت أعتقد أنني وجدت المدخل عندما دفعت يدها أمامها راقبت إلسا الصخرة تتحرك أمامها وهذا ما أتاح لها أن تخطو خطوة إلى الأمام توقفت وألقت نظرة على أوين وما لابثت أن اختفت خلف سطار التعريشات تنفس أوين بعمق وتبعها بمجرد دخوله سدار ونظر إلى الخلف متفاجئا من العتمة داخل الكهف لم يكن مستغربا لماذا لم يعثر أحد على مثل هذا المدخل فو مخفي جيدا همس أوين أشعلي مش عليكي ارتفعت شعلة ساطعة من أعلى مشعل إلسا قالت قبل أن تخرج مشعل آخر من الحقيبة التي جلبتها معها خذ أتمر أوين خوذته وفتح الجزء الأمامي منها ليرى بشكل أفضل قبل أن يأخذ المشعل من إلسا لقد أعد طعاما وجلب قربة ماء لهما ولأذكار قالت إلسا حاول أن لا تقرب الخريطة من ألسنة لهب هذه الورقة قديمة وستتفتت بسرعة تقدم أوين وقال هيا بنا كانت الجدران ملساء للغاية وكان النفق أوسع مما توقع وبين المسافة والأخرى وجد مشاعر معلقة على الجدران ولكنهما قرر أن لا يشعلها حتى لا ينتبه لها أي شخص يصادف أنه يعمل في الأنفاق فيكشف أمرهما همست إلسا وكان الخوف واضحا في صوتها هذه الأنفاق مخيفة نوعا ما لا أصدق أن أذكار يتجول عبرها بمفرده ليلا ومن المؤكد أنني لا أريد تقليده ضحك بصوت خافت وقال أعتقد أنهما من شخص عبر هذا النفق منذ فترة طويلة تقدم أوين ببطء محاولا أن يسمع صوت أي أحد بالجوار فويعلم أنه إذا عثر عليهما فلن يستطيع الهرب وسيكون القتال صاخبا أشار بيده اليسرى وقال يمكننا أن نسلك هذا الدرب سار أوين وإلسا لنحو ساعة عبر الأنفاق من دون أن يتسنى لهم رؤية النهاية هامست إلسا تبدو الزنازين قريبة من الأفضل إطفاء المشعلين فلابد من وجود حراس بجوار الزنازين أو هذا ما كانت عليه الحال في قلعة المالك أطفاء أوين مشعله ثم وضعه برفق على أرضية النفق وفعلت إلسا الشيء نفسه ومدت يدها إلى الأمام وتمسكت بدرع أوين ليرشدها إلى الطريق وامتنت أن معدن الدرع لا يتيح لأوين أن يشعر أنها ترتجف من الخوف كان يتقدمان ببطء ليتجنب إحداث أي ضجيج ثم تشعب النفق إلى ممرين وعرف أوين من الخريطة ومن الضجيج الصادر عن الحراس أن الزنازين تقع جهة اليمين وبمجرد أن انكشف له الطريق نظر من خلف الجدار ليلقي نظرة على ما ينتظرهما فرأى قزمين يلعبان لعبة يستخدمان فيها حجارة مستديرة همس أوين إلسا هناك قزمان عندما بدأ بفك سيفه وضعت إلسا يدها على يده وأوقفته مبتسمة ثم قالت لم تحتاج إلى استخدامه قبل أن تتاح له الفرصة ليناقشها مضت إلى الأمام فهز رأسه وتنهد بهدوء خاطبت إلسا الحارسين بحزم مرحبا يا شباب توقف القزمان عن اللعب والمزاح والسدار في الوقت نفسه قال أحد الحارسين وبدأ مرتبكا لا يفترض بك التواجد هنا سألته إلسا هل تتحدث إلي؟ تمتم القزم أحسنا عنه ما يحاول زميلي قوله يا صاحبة السمو أننا لم نكن نتوقع زيارتك لقد أبلغنا أنك مفقودة يصرني أن أراك سليمة وبصحة جيدة ردت إلسا أنا بخير واقتربت من الحارسين مضيفة لا أظنكم حارسين حقيقيين نظر القزمان إلى بعضهما وعبسا ثم فتح الأول فمه ليسألها عما تقصده بقولها هذا فما كان منها إلا أن لكمت فمه وأسقطته أرضا كما لو أنه كيس من الدقيق احتج الثاني انتظر دقيقة ولكن قبل أن يتمكن من متابعة جملته ضربت إلسا بمرفقها تذمر أوين وهو يخرج من خلف الممر المظلم بأمان وينظر إلى الحارسين قائلا لقد تصرفت بسرعة طررت لإبعادهما عن الطريق قبل أن يصدر كثيرا من الضوضاء وينبه شخصا آخر قال أوين صحيح ثم هز كتفيه وفتش الحارسين بحثا عن مفاتيح الزنازين صاحت إلسا ساعدني في سحبهما إلى زنزانة فارغة جرب أوين المفاتيح التي حصل عليها من الحارسين جربها واحدا تلو الآخر حتى سمع صوت أحد الأقفال يفتح دفع الباب فأصدرت مفصلاته الصدئة صوتا عاليا كما لو أنها تحتج على تحريكها لقد بيّنت الخرائض أن الأبواب المعدنية تفصل بين الزنازين الموزعة بالتساوي على جانبي الرواق لقد صدم أوين عندما لاحظ أن هذا المكان يختلف تماما عما اعتاد رؤيته من جمال الهندس لدى الأقزام لقد صنع الأقزام هذه الزنازين لتبدو قبيحة بقدر قباحة الزنازين التي رآها عندما شمت إلسا رائحة الزنزانة قالت الرائحة مقرفة جدا عثر أوين على مفتاح الزنزانة الأولى على الجانب الأيمن من الممر وكان ممتنا لعدم اضطراره لسحب القزم الثقيل لمسافة أطول فقال وهو يصر أسنانه سنضعهما معا هنا لم يستغرق الأمر سوى دقائق لنقل الحارسين إلى الزنزانة ثم أغلقت إلسا الباب وصفقت مرتاحة وهي تقول لنذهب في هذا الاتجاه ونعثر على أذكار قال أوين تحقق من هذه الجهة وسأتحقق من الجهة الأخرى لم يستغرق الأمر وقتا طويلا من إلسا لتكتشف قزما في زاوية الزنزانة وذلك عندما نظرت من خلال النافذ الصغير لباب الزنزانة عندما فتحت الباب وجدت قزما أشيب الشعر يسند رأسه على الجدار البارد فقالت أعتقد أنني وجدته يا أوين أسرع أوين الخطى نحوها ونحاها جانبا وقال عندما رأى صديقه أذكار كاد قلبه يتوقف من شدة الانفعال وهو يجرب المفاتيح التي بحوزته كانت أصابعه ترتجف مثل ورقة شجر في مهب الريح وفي النهاية عثر على المفتاح الذي يفتح باب زنزانة صديقه سيقظ أذكار عندما سمع صوت الباب يفتح وعندما تأكد أوين أن صديقه نائم وليس ميتا صارخ أوين كالأطفال أذكار قال أذكار بصوت أجش كيف تمكنت من الوصول إلى هنا لاحظ أوين أن الدموع كانت تترقرق في عيني أذكار احتضن بعضهما كأب وابنه وعندما ناظر أذكار من فوق كتف أوين رأى إلسا تقف خلفه وقد بدت توتر عليها تنحنحت إلسا وقالت مرحبا أذكار ناظر أذكار إلى أوين مستفسرا فقال أوين أود أن أعرفك يا أذكار على أخت إلسا إنه صديقي أذكار مد أذكار المندهش يده إلى إلسا التي كانت تبتسم له أنت أنت أخته لكن أليست الفتاة التي صحيح أنا الفتاة التي كانت تعيش مع الملك كنت مخطوفة تسمت إلسا ثم أردفت وها أنا عدت إلى المنزل وإلى العائلة التي أنتم إليها إنها قصة طويلة سأخبرك بتفاصيلها عندما نخرج من هنا لابد أنك جائع وأعطته قربة الماء والطعام الذي جلباه معهما شكرا لك يا ابنتي رجاء عذري جهلي ولكنني لم أتوقع رؤيتك هنا مع أوين شارب أذكار من قربة الماء ورطب فمه ثم قال إنها مفاجأة صارة كدت أفقد الأمل فالوقت يمر بطيئا عندما يكون المرء محبوسا في مثل هذا المكان البغيط فلا أشعة شمس تصل ولا طعام يشبع علي تناول بعض الطعام قبل أن نمضي في سبيلنا بدأ أذكار بتناول اللحم المقدد الذي أعطته إياه إلسا وبسبب جوعه الشديد تخلى عن سلوكياته المعتادة في تناول الطعام وهذا ما أضحك أوين ولكنه كان يعرف السبب ويتفهمه فجأة توقف القزم العجوز عن المضغ ونظر إلى إلسا وأوين وقد جحذت عيناه سأل أوين ما الأمر؟ هامس أذكار كايا محتجز في زنزانة قريبة خاطب أوين إلسا ويغادر زنزانة أذكار ابقي معه بعد أن غادر أوين الزنزانة سألها أذكار بودع والآن أخبريني كيف تمكنتما من العثور علي في الأعلى وفي ظلمة غرفة العرش وقفر غزار منتظرا وصول الملك سال العرق ببطء عبر الأخديد العاميق في وجهه ودغدغته الرطوبة المزعجة وارتجف جسده ويمسح يائسا القطارات عن جبهته بمنديل أخرجه من جيبه لقد استدعاه الملك للقائه وجها لوجه كان يرتجف من الخوف مثل طفل ينتظر عقاب والده الغاضب لم يسبق له أن التقى الملك سوى مرة واحدة عندما وضع خطة للإضاحة بأذكار الآن هناك شيء لا يبدو على ما يرام وكان رغزار يخشى أن يقع عليه غضب الملك وإلا لماذا يدعوه إلى هذا الاشتماع شعر القزم الذي أصبح ملكا بأنه صغير جدا ولا حول له ولا قوة لم يكن هذا هو الشعور الذي افترض أنه سيهيمن على عقله بمجرد أن يسرق عرش أذكار مع ذلك ها هو في غرفة مظلمة وباردة في قلعة الملك البشري الشخص الذي أجاب عليه رغم ترقيته بين الأقزام تسارع الضربات قلب رغزار عندما فتح باب غرفة العرش على مصرعيه وتحرك لوحة الخشب إلى الداخل على المفصلات المعدنية السوداء وقف رغزار بانتباه وعرش الملك على يساره في الوقت الذي مر فيه الملك إلى يساره كان الهواء شديد البرودة مع اقتراب الملك وكان حذاؤه ينقر بثبات مع كل خطوة يخطوها ببطء وتعمد انحنى رغزار وجث على ركبتيه ونظر إلى الحجر الرمادي أسفله ثم قال بصوت عال سيدي وبدى من صوته المرتجف أنه خائف لم ينبس الملك ببنت شفة تقدم وساعد الدرجات بخفة ولولا صوت حذائه لما لاحظ أحد وجوده ثم توقف والسدار قبل أن يجلس كان العرش هو الشيء الجميل الوحيد في هذه الغرفة كانت نوافذ الغرفة الكبيرة مغطات بقماش أسود قديم جدا لدرجة أن بقعا صغيرة من الضوء اخترقت القماش ومع ذلك لم تسمح بدخول كمية كبيرة من الضوء إلى الغرفة جاءت الإضاءة الوحيدة من الشمعدنات المضاءة بلهب أزرق غير عادي لقد ظهر وجه الملك مضللا وفقا للطريقة التي أحبها خاطب الملك بصوت غاضب القزم الذي لا يزال راكعا لدينا مشكلة يا رغزار قف وتقدم إلى هنا سرعان ما وقف رغزار على قدميه وتقدم بسرعة ثم وقف أسفل الدرجات المؤدية إلى عرش الملك تسمى رغزار بالرغم من الرعب الذي يشعر به وسأله ما هي المشكلة جلالتك؟ ابنتي مفقودة جاء الفارس الأزرق إلى القلعة وطاردته لماذا لم تفعل أنت وأقزامك شيئا حيال الأمر؟ قال متلعثما مفقودة لم يسبق لأن علمت بالأمر ربما يجب أن يتدخل بعض أفراد شعبي على الفور لقد أرسلت بالفعل مجموعة من رجالي للبحث عن إلسا وأزوريوس سيجد جنود كهف أذكار وسيبحثون عنها هناك إذا لم يعثروا عليهما فسنواصل البحث حتى يتم القبض عليهما أقترح أن تطلب من شعبك المشاركة في عمليات البحث فأنا غاضب يا رغزار عندما أرسلتك لتقبض على أوين واقترحت أن أرتل إلسا معك لإحضاره اعتردت لكنني قررت أنها كانت أفضل تدريبا من أي من رجالي وسمحت لها بالذهاب لماذا لم تنجحا؟ تفسد العرق من جبين رغزار وقال سيدي هذا ليس خطأي أصبح منديله رطبا جدا ولم يعد استخدامه يجدي نفعا وأضاف عندما تركت إلسا بمفردها كان كل شيء تحت السيطرة وكان أوين أعزل وكانت كيف تركتها؟ رددت الجدران الحجرية صدى صوت الملك الغاضب وهو يكمل كان يفترض بك أن تراقبها فعندما عادت كانت غاضبة ولم تتحدث كثيرا حاولت إقناع أوين بالقدوم للعمل معي لكن جهلك وتقصيرك في أداء واجبك حال دون حدوث ذلك أرجو أن تتقبل اعتداري لم يكن تقصيرا متعمدا ولكنني ظننت أن إلسا تستطيع التعامل مع ذلك الفتى الأعزل حبس رغزار أنفاسه فلقد أهان للتو ابنة الملك وهو يعلم أن العواقب ستكون وخمة هل تصف ابنتي بالعاجزة صرخ الملك وهو يجلس على عرشه الذهبي بصوت كرعد فلمع وميض بضوء ذهبي من بين يديه وهذا ما أدهج رغزار قال رغزار لا يا سيدي لم أقصد شيئا من هذا القبيل كنت أشير إلى عدم بصيرتي لأنني لم أدرك قدرات الفتى لابد من أنه خدعها بطريقة ما خفت الوميد وذلك عندما رفع الملك إحدى يديه وفرك ذقناه ومع أن الظلام كان يخفي وجهه إلى أن رغزار لاحظ كيف بدت أصابعه رفيع بشكل غير عادي ثم أكمل لابد أنه خدع إلسى أيضا لتتبعه عبر الغابة هذا صوت الملك ليرتفع مجددا وهو يقول لابد من العثور على الفتى وإعادة ابنتي سليمة لك حرية التصرف في العثور عليهما ولكنني أريدك أن تجلبهما في الحال قال رغزار حاضر يا مولاي ولم يكف عن النظر صوب سيده قال الملك بجبروت إذا خذلتني هذه المرة فستكون هناك عواقب وخيمة نسق مع رجالي واعملوا معا لوضي حد لهذه المهزلة لم يأت رغزار بحركة من شدة الصدمة وعندما قرب الملك يديه من بعضهما انبثقت من أصابعه شرارات كهربائية فغرر رغزار فمه من هول المفاجأة إذ لم يكن واثقا أن ما تراه عيناه حقيقي قال رغزار قد يكون من الصعب الوصول إلى ابنتك الآن نظرا إلى أنها مع عائلتها زمجر الملك ومد يده اليمنى إلى الأمام انبثقت صاعقة من الكهرباء وصدمت صدر رغزار كاد القزم يطير مباشرة إلى الجزء الخلفي من الغرفة لولا ثبته المجال الكهربائي الذي يحيط بجسده هل تقصد العائلة التي ولدت في كنفها؟ أنا عائلتها عائلتها الوحيدة لقد أعدت تكوينها وشكلتها لتصبح محاربة ماهرة لابد من أنها ستعود إلي حاول رغزار الرد لكن الطيار الكهربائي الذي عبر جسده قد أعجزه لا تتحدث معي مجددا عن عائلتها والآن اذهب وابحث عنها ما إن أنها كلامه حتى رفع الملك أحد أصابعه مشيرا به إلى الأمام فطار رغزار في الهواء باتجاه الباب وما إن استضم بالأرض حتى قفز وركض مثل حيوان مظهور اهتز العرش الذهبي في الوقت الذي ركد فيه رغزار بالسرعة التي تسمح بها ساقاه القصيرتين وعندما اقترب من الأبواب لمعت الكهرباء بلونيها الأبيض والأزرق فوق رأسه واصطدمت بخشب الباب أمامه ففتحت الضرفتان كما لو أنهما سحبت بواسطة قوة غير قابلة للتفسير انتحب رغزار من شدة الخوف كان صوت صراخ الملك يدوي خلفه وهذا ما جعل القزم أشد رعبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر